الجدي متقلم يا جماعة ولا انا حسايا منطقة الكروت ان شريك الجدي يعني مش شخص معندوش عاطفي مش شخص عاطفي اوكي شخص جدي شخص عملي هو هو كده معندوش دلع معندوش الحاجات دي فالموضادة مؤثر على الجدي شوية نفسه في نهاية قلم متقلم من الموضادة ونفسه القلم دا ينتهي نفسه في طاقة جديدة يعني تقريبا الموضادة خلص طاقته مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام شيء من هذا القبيل شايف شريكه ازاي شايفه اما انه هو عنده سر او انه هو شخص متدين جدا كويس الشريك عايز ايه الشريك عايز يتدين اكتر واضح ان هو متدين فعلا عايز يتدين اكتر عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه شكله مستني فلوس او مكافأة اقول اوكي مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تذكيره كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعت شريك تاني بس هو شايفك ازاي بقى شايفك اا عشرة طويلة اوي حد قريب منه جدا ويعرفه من زمان وما بيشوف منك ظه يقول لخير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي طاقة جاملة واضح ان الشريك شخص اا يعني اا مش مارن مش شخص عاطفي مش رومانس عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي في شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات ذهنية انه مش حلو بس في حاجة هتحصل يعني الكارتة ده للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز ده اثمام زواج الناس متجوزين ده حمد اوكي اللي ده ولا ده ويعني عندهم ملاد وخلاص مش هجيبه لكاني فلا في ارتباط قوي انتو حبك ويمكن مش وايخد شكل الرومانسي اللي كان الجدي بيتمناه او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعاملها لكن حبكو غير مشروط يعني مش لازم يعملني كزا عشان احبه فهمين قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك بيحبك فده حب غير مشروط حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجدي او شريك وايا كان اللي عنده شخص قريب منه هزا البورس ده او الكائن استحلية صغيرة دي ده شخص قريب منك وبينصحك مصائح هدامة هدامة واحنا عاكين طبعا ان شاء النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي اه وبيعملك كده ليه هو بيعمل كده ليه هو دي مش بيعملك كزا وهي ازاي ما بتعملكش كزا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده فانتبهوا للشخص اللي جنبكو ده اللي عمل ايه اعمالي يزن في ودنكم طيب طيب حرخص القرية الجدي نفسه في نهاية قلم حاس انه متقلم عايزة طاقة جديدة لان طاقته خلصانة شايف شريكه اما ان هو عنده اسرار او ان هو شخص متدين جدا شريكك عايز يتدين اكتر وعايز يقوم بعبادات اكتر ومستني مكافأة عايز مكافأة او فلوس مستنيها من شخص كبير شايفك شخص مألوف جدا بالنسبة له وعشرة وما بتقدم لهش للكل خير الطاقة ما بينكم فيها صلابة فعلا طاقة صلبة في شوية اضطرابات الفترة دي بس ان شاء الله في حاجة حلوة قوي والدنيا حكلين الفترة اللي جاية بس عايزةكم تنتبهوا انه في ناس ما بتصدق تشوفكم كويسين فيبتدوا يزنوا في دماغكم تاني يعني بلاش تقولوا اه اتصالحتوا لدنيا مشت كويس ما تقولوش يعني بلاش مش هتستفيدوا حاجة يعني طيب دي قراءة المجموعة التالتة والاخيرة الحالة العطفية ابص كده على كاميراتك انا جمنا قوي في مشاعري ايوة كده يا سافي ناز ايوة كده ايوة كده اه ده حتى طلع لكم الكاركو بيقولوكو ولا يفرق معاكو انتو عندكو طاقة قوة كوي جدا ان الشهر داي اللي يجي يجي بقى فعمل هو يا اهلا بالمعارك يعني ولا يفرق معاكو طيب طيب ميرسيا وليم صح يا روي ميرسيا يا سافي ناز اه بتتصباح الفل يا حديمة صح جدا بشكرك هوب هوب اه صح جدا بشكرك يا موكا بشكرك يا محمد اوي الاساس اتقالي يا كنوز موجود في الصفحة لأ بص يا سافي ناز انت يا حابس برج الحوت اهلا ميكي وحديمة بنوراني من الجزائر الحوت موجود في الصفحة صح جزين كنتي بشكرك يا شايمة حاببتي بنسدي اوي الاساساساساساساساساساس情 حози ادلوقتي معادي القراءة المجانية اللي كسبت معنا اللايل باللي تاتك Scripture you guys readyца طيب البنوتة سين الف تاريخ ميلادها تسعة وعشرين واحد تسعة وتمانين يزغنن انت يزغنن طيب حلو جدا اا تا 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 اوكي ادلو برجها ادلو ماشي نرسي على تعليقاتكو الحلوة يا جماعة بالنسبة للقرية واسفة للناس ما ما خوفتها اسفة يعني كشكتوني في نفسي وبتلت اقول لا مش هقول الحاجات السلبية بس يعني مش منطقي مش منطقي ان انا اعمل قراءة واعد اقول لكم كل حاجة هتبقى كويسة كل حاجة هتبقى تمام وما ناخدش حذرنا من حاجة جاية والله اعلم وكذبت ملجمونا ولا وصدقوا وكل انا بقوله دهاري ماشي بس عشان الناس اللي بتتحمق بالموضوع ده انا بموت في اللون الاسود يا محمد بس بحب البنفسيجي اكتر لوني مفضل البنفسيجي بس لاسف ما بيلي ايش عليك طيب ناخد القراءة الخاصة المكانية اللي تشدت معنا هنقرأ جنرل وبعدها هنبتدي نقول نسحب كارت واحد للاسئلة اللي انتوا عايزانا تمام اوكي بس مرحلين مرحلين كله صح مستية فرح قوي حبيبتي بشكرك 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 اها ده اللي لازم يطلع له كارتبه لازم لازما ولابت طيب ممكن احمد هي معنا في اللايف لو هي معنا في اللايف معلش يعني مش عارفة انا هقرأ وخلاص انا هقرأ وخلاص طيب في هنا خير جاي جاي لك يا سين الف حاجة اشتغلت عليها قبل كده خير عمانتي في حد زمان بيرجع لك دلوقتي حاجة ان شاء الله خير جاي لك وجاي لك بسرعة عشيدة جدا فيه كمان رزق وفلوس جاي لك من حي سلات تحت سيدي ومش شرطة يكون الرزق فلوس ممكن يكون رزق حاجة تانية ممكن يكون سعادة رضا حب حاجة رزق ربنا هيبعت لك هداية فيه هداية جاي لك مبلغ مالي بحيارك مش عارفة تعملي في ايه اديعه اصرفه واستنى من فضلك استني ما بلاش تصرفي في حاجة غير ما تكوني فعلا محتاجاها لان انا مش شايفة تطور في الحالة المادية انا شايفة مبلغ مالي يمكن يكون جاي لك بس مفيش تطور في الحالة المادية فياريت انا يعني لو تقدري تحول شي حول شي كينج اوف سوردز داله طبعا كعادته هو القائد قيادة قائد مسيطر هو بيبقى شايف نفسه دايما هو الصح اصحى حد واصحى تفكير واصحى كل حاجة انا مش مع الموضوع ده تماما بلاش الصقه أزاياه فى النفس لان عواقبها مش كويس. في هنا زي ما قلنا الكارت ده ان هو فيه سر هيتعرف عنك او انت يتعرف في سر عن حد. فكلت الحالات. السر ده الله اعلم الموضوع ده زاد للفترة دي فيه علاقة سلسية برضو فيه حد فيه عنده اتنين. فيه طبعا هنا جرح شديد شديد زعل قلم شديد جدا جدا جدا. بس ازاي التحول ده انا شايفها بعدها خطوبة خطوبة هيحصل خطوبة وهيحصل زواج. ازاي ما تسألنيش يعني بص انتي نطيتي منين لمنين يعني هنا قلب مجروح بعدها على طول خطوبة وزواجة. يعني يارب ما يكون اللي في بالي وبتحاولي تنتقني وبتخذي اي حد وخلاص. يعني لو حابة نتكلم ابعتلي عالصفحة ونتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه? غريب جدا اللي حصل ده يعني انا مش مش فاهمين. عموما في خير ان شاء الله جاي زي ما قلتلك في رزق ربنا بعتهولك من حيث لا تحتسلي بإذن الله. في مبلغ مالي انت محتارة تعملي في ايه? ونصيحة نصيحتي بيكي احتفظ بي. ايه كارتة اللي بيطلع لبدال وهو ده. king of swords. king of swords. قائد. ده يقعد على العرش وهو اللي بيحكم. بيحكم ويطاع وعنده قيادة جمدة جدا ما ينفعش في النقاط. زي ما قلنا ده سر بيتعرف. سر بيتعرف. هتكتشفي حاجة. في حاجة هتتكشف عندك الله اعلم. بس ان شاء الله. ان شاء الله خير اما شايفة في النهاية بعد السر ده يمكن هتكتشفي علاقة سلسية. جرحة الجرحي طبعا. بس انا شايفة بعدها خطوبة. وبعدها زواج. آآ الله اعلم. آآ ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. طيب احنا خلصنا كده حتى القراءة الخاصة. تعالوا بقى ان نسحب كارت واحد للاسئلة بتاعتكو حبيبي. اللي عنده سؤال يخص برج الجدي او اي برج تاني يتفضل. معاكي القراءة اما جنين يبين عملتي شير. يا بغير ما جاملة انتي اما يا فاتي. يا حبيب. يا حبيبتي انتي. طب عملتي شير. لو عملتي شير كتير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نختارك. آآ القصة قال يا رب سلام. موجود في الصفحة. الجوزاء قريت جدا. ماله برجة جدا جدي يا اميرة. اميرة اميرة قولت جدي بالصفحة. خلصت الجدي. لو فاتك حبيبتي مفيش مشكلة شوفيه مساجل على الصفحة. آآ. العقرب قريب قوي حاضر ولا بالاحلام حاضر. ايه? موس عليكي. يا دي خانسة يعني. موسي يا ليلى. تسلميني يا روحي. القصة كي يردبط رسمية ده لأ. حاضر يا هدايات نشوف. ياس. اساس للشيء. ان شاء الله في ارتبط رسمي. غيره. تهام ابعتيني على الصفحة حبيبتي مرد عليك يا حاضر. ان شاء الله انتو هتلاحظوا انه في برضو تحسن في الرد على الرسائل ان شاء الله. لان صراحة الوحدي انا ولا. مستحيل كنا نقدر نغطي هذا العدد بسم الله ما شاء الله ربنا يزيج لي لارك. قليتي عملت الشيء في تمامي. ليه بس كمية حرام عليه كده. طب قليلي اس وقالك يا ايماني. قليلي حبيبتي تعاين. مرسي يا روح قلبي على الشير بس يعني مش عاديك بتعزبي كده. مش تارجي التمانين شير. بتستميلي يا روحي. شفت يا بي انا كدر كنت خايفة منه اللي هتقوله بتقوله بيبي ده. طب انا عمل ايه حبيبتي والله عملت تصويت. وجد دي هو اللي كسب. انا كنت عايزها ازاي في الاخر كبنة. بس ام ما فقط نقوله عقرب بكرة. ولا اسمو ايه والاسمو ايه ده? العزراء بعدين. مش هخليه اخر بورك. مش مش هسمح. مش هسمح بداية دي. طيب في ايه اسئلة? انا وجوزي. انا وجوزي. احنا الاتنين. ليه يا ايماني? ما هي وجوزي دب بالموضوع الراجل اعتفى حالة? العافية روين روين العافية روح ادي فرنسس محمد محمود الاسمي دي يا جماعة طعب عوي انا الحوت حبيستي رحو تنور في الصفحة الجاد دي من كاملة كام الجاد دي حبيبي من 21 ديسمبر لحد 20 يناير يلا فقرة الاسئلة بسرعة قدامي خمزاق كمان طب ما دي فتتبقى فقرات راية العقرب يا داليا هنقوله بشكل مفصل وهنقول كل حاجة خلاص بعد بكر العقرب خلاص يعني ده قرار جمهوري العقرب بعد بكر خلاص حال هنرجع لبعد ماشي تعيني نشوف انا شايفة سعادة انا شايفة رضا رجوع بقى او مش رجوع فانا شايفة رضا فلو كان الرجوع يرضيك لو كان كده يرضيك فان شاء الله في رجوع ان شاء الله فيه ارتباط بين قنسة الجازي ورجل الدل بص يا حبيبي انا شايفة يعني هو هيحصل في الاخر فيه خبر حلو بس فيه هروب في الاول فيه حد بيهرب يعني فيه طرف منهم بيهرب يلا ايه سؤال تاني طيب نشد كارتر لصحة في الجدي لانا ما ظهر لهش اي حاجة تدل على الحلة الصحية بتاعته ايه سؤال الاولاني بسم الله الرحمن مسيت كان ايه سؤال الاولاني طب انا هسيب كارتو هنا على جنب اه استحى استحى ان شاء الله حلوة جدا 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 ما شاء الله الدلو هتحصل له مشاكل ولا هيبقى على حاله وفيه مشاكل ولا يعني للدل نشوف بسم الله الرحمن الرحيم اوه دير جاد فيه مشاكل ومشاكل مأثرة على نومه وحياته وحالته بالبلغ بس ان شاء الله ما فيش حاجة بتدوم سوري سوري انا بخاف قوي من ما بحط الكارتر واحد دي بخاف بقى حايي بخاف ايه اسرة تانية الحالة المادية طيب نقول للميزان الحالة المادية للميزان هو خايف من الحالة المادية مش شايفة فيها تطور حبيبتي انا شايفة انا خاوف خايف الحالة المادية من الرقاة معلش ان شاء الله ان شاء الله هتصبر واشكرك يا مان حبيبة قلبي اللي متابعيني على طب نفسي اه اتدلو هتخلص مشاكل ولا ايه هو وضح فعن اتدلو في مشاكل ليه يا حليمة؟ ليه بس بتقول ليه حرام عليك ليه بس يا ماما اتدلو هتخلص مشاكله هتدور عزلة الحظ الويل فورتون ان شاء الله ما شكله هتتحلص باذن الله ادوني ايه اسئلة تاني طيب يا داليا دي حنقولها في يوم العقرب بعد بكرة حبيبتي لو انت مش متابعة صفحة اعملي متابعة عشان تشوفيه طيب بصوا يا جماعة بالنسبة لموضوع القراءة المجانية ده احنا بنختار يعني ممكن يكون اكتر من حد عملوا نفس الاماونت من الشير فهي فيها حظ شوية معلش يعني حد ما كسبش المورادي باذن الله هيكسب المورا اللي جايه